أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في هذه الجلسة ننتقل إلى باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف في مسائل التوحيد وهو باب معاني الأسماء واشتقاقاتها الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الأسماء الحسنة التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها في هذا الباب ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع بعض الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول معاني بعض هذه الأسماء الحديث الأول من أحاديث هذا الباب هو في معنى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فالإمام عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق يبين معنى هذه الكلمة وهذه الكلمة هي آية في القرآن الكريم أول آية في المصحف هي بسم الله الرحمن الرحيم وحسب بعض الأحاديث هي أعظم آية في القرآن وكان أمير المؤمنين استناناً بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يجهر بهذه الآية في الصلوات الإخفاتية لأنه كما هو واضح للجميع أن قراءة الحمد والسورة قد تكون بالجهر يعني يجب أن يجهر المصلي بالقراءة أي بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء وقد يجب الإخفات بمعنى أنه يجب على المصلي أن لا يجهر وإنما يقرأ هذه السورة الحمد والسورة أن يقرأ هاتين السورتين بصوت منخفض بحيث لا تخرج جوهرة الصوت يعني الإنسان يقرأ وهو يستمع إلى ما يقرأ لكن بصوت منخفض جدا وهذا يعبر عنه بالإخفات فالصلاة الإخفاتية وهي صلاة الظهر والعصر التي يجب الإخفات فيها في قراءتها للحمد والسورة يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومن علائم المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما يقول الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام ولأن أمير المؤمنين كان يجهر بهذه الآية المباركة عنادا له بعض أعدائه لم يقرأوا هذه الآية أصلا يعني حينما يصلي لا يقرأ هذه الآية يبدأ من الحمد وبعضهم عمدا يخفت في هذه الآية حتى في الصلوات الجهرية يعني بصوت منخفض يقرأ هذه الآية ثم يبدأ بصوت جهوري يقرأ الحمد وهي أعظم آية في القرآن ولكن أسقطوها من صلواتهم أو أخفتوا فيها عنادا للإمام عليه بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولذا في حديث يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية أعظم آية في القرآن فأسقطوها وعلى كل حال فهذه الكلمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم الإمام يأتي ويفسرها في البداية في البداية يبدأ بالكلمة الأولى باسم يعني أستعين باسم الله أو أبدأ باسم الله هذه الكلمة الإمام يفسرها مقطعا مقطعا كل حرف له معنى وتوضيح ذلك أنه يظهر من بعض الروايات أن هناك علما يسمى بعلم الحروف وقد خص الله سبحانه وتعالى أولياءه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام بهذا العلم علم الحروف بمعنى أنه كل حرف من الحروف سواء ذلك الحرف بشكل مستقل أو ذلك الحرف منضمن إلى حروف أخرى هو مفتاح لباب من أبواب العلوم أو لأبواب من العلوم إذن نريد نقرب الفكرة إلى الأذهان الآن توضيح هذه الفكرة سهل الشخص الذي له الحاسوب الآلي الكمبيوتر يعلم أن هناك بعض الكلمات سواء هو يختارها أو الشركة اختارتها تكون مفتاح للدخول إلى ملفات هي كلمة واحدة رمز إذا أدخلت هذا الرمز في الحاسوب ينفتح عمامك عموم كثيرة قد خزنت في ملفات موجودة في هذا الكمبيوتر لعله حينما ترى هذه الحروف ترىها حروف لا معاني لها لوحدها أو لها معنى لكن معنى اللغوي مثلا لكن إذا أدخلت هذه الحروف في الحاسوب تنفتح لك أبواب من العلوم هذا لتوضيح الفكرة كذلك علم الحروف وهو علم خصه الله سبحانه وتعالى بالنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام علم يبتني على أن بعض هذه الحروف هي أبواب لعلوم كثيرة كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمني رسول الله ألف حرف وفي بعض الروايات ألفي حرف يفتح من كل حرف ألف حرف طبعا هذه الرواية رويت بألفاظ مختلفة هذا أحد الألفاظ ولعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بين الحقائق المختلفة في أحاديث مختلفة يعني الرسول علمه أبواب من العلوم وعلمه حروف من العلوم أيضا فهذا يسمى علم الحروف فالإمام في هذا الحديث حينما يأتي إلى كلمة بسم في هذه الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم يشرح حرفا حرفا على حسب هذا العلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الباء لها معنى والسين لها معنى والميم لها معنى ولعل الإمام بيّن جانبا من المعنى بحسب ما يستوعبه الراوي لأن الأئمة كانوا يكلمون الناس على حسب عقولهم اقتداءا بجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا أن نكلم الناس على قدر ما آتاهم الله من العقول فهذا يستوعب هذا المقدار فلا يقال له ما لا يستوعبه لنفرض أنك أستاذ جامعي حينما يسألك طفل في الصف الأول الابتدائي سؤالا أنت لا تجيبه حسب ما تعلم من علومك الجامعية لأنك تعلم بأن هذا الطفل لا يستوعب ما تعلمه أنت وإنما تبين له جانبا من الحقيقة بمقدار ما يستوعبه هو وما يعلم تأوي له إلا الله والراسخون في العلم فعلى كل حال الإمام يأتي ويقول للراوي تفسيرا لهذه الآية حسب علم الحروف لهذه الكلمة عندنا حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة من أول الليل إلى آخر الليل فسر لعبد الله بن عباس المفسر الكبير فسر له معنى نقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم يعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم تعالي إلى الكلمة الأولى باء الجارة باء حرف الجار ب هذه الباء هذه الباء لها نقطة ليلة كاملة أمير المؤمنين يفسر إلى ابن عباس معنى هذه النقطة وهذا يرتبط بعلم الحروف فعلى كل حال الإمام هنا ابتداء يفسر كلمة باسم ثم بعد ذلك يفسر سائر الكلمات يقول الباء بهاء الله البهاء شنو معنى اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي ما معنى البهاء البهاء هو الحسن المشوب بالعظمة يعني أنت قد ترى شيئا حسنا لكنه ليس شيئا عظيما هذا الحسن لا يسمى بهاء لكن إذا هناك حسن وفي هذا الحسن هيبة هذا الحسن الذي فيه هيبة يقال له بهاء يعني مثلا أنت قد ترى رضيعا جميلا تقول إنه جميل إنه حسن لا تقول له بهاء لأنه لا تدخل هيبته في قلبك لكن إذا رأيت عظيما من العظماء عالما من العلماء الكبار رئيسا من الرؤساء الكبار هذا له حسن ودخلت هيبته في قلبك تقول له بهاء حسن بهابه حسن بهيبة فالباء بهاء الله لأن الله سبحانه وتعالى كله حسن كل أفعاله حسنة فتبارك الله أحسن الخالقين فالباء يشير إلى بهاء الله سبحانه وتعالى طبعا هذا البهاء فيه بحر من العلوم لكن الإمام اكتفى بهذا المقدار وبعد ذلك والسين سناء الله السناء يكاد سناء برقه يذهب بالأبصار السناء شنو هو؟ السناء يعني الرفعة والعلو الذاتي مع ظهور يعني شوف النور المرتفع البارق قد نشاهد الرعد والبارق البارق نور مرتفع له سناء يعني ارتفاع وظهور بعض الأشياء لها ارتفاع لا ظهورة فيها لكن بعض الأشياء لها ارتفاع مع ظهور الله سبحانه وتعالى له علو ذاتي وهو العلي العظيم له علو ذاتي وليس الله مخفيا محتجبا وإذا أكو حجب هي حجب من أنفسنا الله سبحانه وتعالى ظاهر بذاته إذا واحد لا يعرف الله سبحانه وتعالى فهذا لنقص فيه لا لعدم ظهور الله سبحانه وتعالى يعني لنفرض مثلا الشمس في رابعة النهار في كبد السماء عندما الشمس مثلا في الظحى في يوم لا غيمة فيه هذه ظاهرة جدا زين إذا واحد فاقد للبصر أعمى هذا الإنسان الفاقد للبصر لا يشعر بالشمس يعني لا يدرك الشمس من حيث الرؤية هل لنقص في الشمس كلا لنقص فيه لأنه فاقد للبصر الله سبحانه وتعالى وجوده ظاهر للجميع لكن إذا واحد لا يعرف الله سبحانه وتعالى إذا واحد ينكر وجود الله لأنه لا يدرك هذا الأمر فهذا لا لنقص في الظهور وإنما لأنه هذا هو أعمى القلب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيله هو أعمى قلبه هو لا يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه فالمشكلة فيه زين فالسين سناء الله يعني ارتفاع مع ظهور والميم مجد الله المجد نقول مثلا مجيد الأماجد ما هو معنى المجد المجد هو بمعنى الارتفاع مع العظمة السناء كان الارتفاع مع الظهور المجد هو الارتفاع مع العظمة الله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات علي له علو ذاتي مع عظمة عالي وعظيم فالميم مجد الله طبعا كما ذكرنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام حسب علم الحروف يشير إلى جانب وإلا هذه كلمات هي رموز لعلوم جمع لذلك نفس هذه الباء أو هذه السين أو هذه الميم لعلها تفسر بشكل آخر ليس هذا التفسير بمعنى أنه يناقض ذلك التفسير الأول لا لأن هذه الكلمة فيها علوم جمع الإمام أشار إلى جانب من الجوانب ولعله في مرة أخرى يشير إلى جانب آخر من الجوانب ولذا نفس هذه الرواية الإمام عليه الصلاة والسلام ذكرها لراوي آخر يعني نفس هذه الحقائق وفسر الميم بملك الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الحديث فسر الميم بمجد الله في ذلك الحديث يفسر الميم بملك الله ولا تناقض بينهما ليش لأن هذه الميم مفتاح لعلوم جمع الإمام في حديث أشار إلى نقطة من ذلك من تلك العلوم وفي حديث آخر أشار إلى نقطة أخرى من ذلك من تلك العلوم ولذا القرآن الكريم ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهذا الكتاب المبين له مصادق متعددة من مصادقه اللوح المحفوظ من مصادقه الإمام عليه الصلاة والسلام ومن مصادقه القرآن كل شيء موجود في القرآن مزيد إذا كل شيء موجود في القرآن إحنا نقرأ القرآن ونرى جملة من الحقائق ولا نرى أمورا أخرى لا نرى لأننا لسنا من الراسخين في العلم هذه الكلمات لها ظاهر وهذا الظاهر يفهمه كل أحد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر المقصود كل أحد عارف باللغة العربية الفصحة لذلك الذين كانوا يعاصرون رسول الله صلى الله عليه وآله وهم ناس أميون هؤلاء كانوا يفهمون الكلمات التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم من القرآن الكريم بس هذا ظاهر القرآن وظاهر القرآن حجة والله سبحانه وتعالى يسر القرآن حتى الجميع يفهموه لأنه كتاب هداية لكن هذا الظاهر فيه باطن وهذا الباطن عميق جدا ولكن علم الباطن خصه الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ورسول الله علم أمير المؤمنين عليا تلك العلوم وبعد ذلك هذه العلوم يتوارثها الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهي الآن عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقد بين الرسول والأئمة بعض الجوانب من علوم باطن القرآن ولا يحق لأحد أن يفسر باطن القرآن من نفسه فإنه تفسير بالرأي لأن هذا العلم لا طريقة لنا للوصول إليه إلا عن طريق الرسول وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام فإذن الميم مجد الله وفي حديث آخر الميم ملك الله لأن ملكية الله سبحانه وتعالى للوجود بأسره ملكية ذاتية ملكية حقيقية وأما ملكيتنا للأشياء فهي ملكية اعتبارية يعني أفرض أنت تملك دارا تملك سيارة تملك كتابا وكل إنسان يملك حتى إذا كان أفقر الفقراء يملك الثوب الذي مثلا يرتديه فكل إنسان مالك لكن هذه ملكية اعتبارية ليست حقيقية يعني العقلاء اعتبروا هذا مالكا والشارع المقدس أمضى هذه الملكيات الاعتبارية لذلك الإنسان قد تسلب هذه الملكية منه إذا مات أملاكه تنتقل إلى ورثته أو مثلا قد تصادر هذه الأموال قد تزال هذه الملكية لأنها ملكية اعتبارية لكن ملكية الله سبحانه وتعالى وملكه للوجود بأسره سواء في الدنيا أو في الآخرة مالك يوم الدين ملك الله سبحانه وتعالى ملك حقيقي ليس اعتباريا الله بالذات هو المالك لكل شيء وملكية الله سبحانه وتعالى من صفات الذات وليست من صفات الفعل فهي كالعلم الذي لا يشترط فيه وجود المتعلق عالم إذ لا معلوم والله مالك إذ لا مملوك ثم خلق الأشياء كلها فهو مالك لها أيضا كما أن الله سبحانه وتعالى كان عالم بالأشياء قبل أن يخلقها ثم خلقها فهو لا زال عالما بها فعلى كل حال فهذا تفسير لكلمة بسم لأن السؤال الراوي يسأل الراوي وهو عبد الله بن سنان وهو من الثقات الأجلاء قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فالإمام فسر له في البداية كلمة بسم ثم بعد ذلك ينتقل الإمام إلى الكلمة الثانية وهي الله بسم الله الله ما هو معناه؟ الله يشير إلى الذات المقدسة الجامعة لصفات الكمال لكن نفس هذه الكلمة شنو اشتقاقها؟ وقد ذكرنا فيما مضى أقوال مختلفة في أن هذه الكلمة مشتقة من أي شيء يعني جذرها اللغوي البعض يقولون مشتقة من ولها البعض يقولون من ألها وهناك أقوال كثيرة ولكن الصحيح هو ما ذكره آئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الله بمعنى المعبود الكلمة مشتقة من ألها بمعنى عبدا الإله يعني المعبود الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة الله مشتقة من كلمة ألها ألها بمعنى عبدا فالله سبحانه وتعالى هو المعبود ومعبود كل شيء يعني ماكو هناك استثناء يجي واحد مثلا من النصارى يقول أن عيسى مثلا هو ابن الله أو هو الله نفسه اتحاد الأقانيم الثلاث أو واحد يقول هناك آلهة كلا كل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان الكافر الملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو يذهب فيشرك مع الله غيره أو يعبد آلهة بشرية أو حجرية ولكن هو هذا الإنسان خاضع لقوانين الله سبحانه وتعالى خاضع لإرادة الله العبودية الذاتية موجودة ولو هو ينكرها مثل ما واحد قاعد مثل السوفستائيين يجي ينكر يقول الشمس غير موجودة القمر غير موجود إذا واحد قال الشمس غير موجودة هل يخرج عن تأثير الشمس؟ لا الجاذبية موجودة والحرارة موجودة وكذا 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 موجودة يسا هو خل ينكره إذا واحد أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فهل بإنكاره يخرج عن مملكة الله سبحانه وتعالى؟ قال لا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الجميع خاضع لله سبحانه وتعالى العبودية الذاتية موجودة نعم هذا الإنسان ينكر الخالق أو ينكر أو يشرك بالخالق غيره لكن هذا في قلبه وفي لسانته ينكر لكن هو خاضع لهذه العبودية الشاعر أم أبا القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاضع لها فالإله بمعنى المعبود لذا الإمام يقول والله إله كل شيء يعني معبود كل شيء زيان بعد ذلك الكلمة الثالثة باسم الكلمة الأولى طبعا هي باسم مركبة من باء حرف الجر واسم الكلمة الثانية الله الكلمة الثالثة والرابعة الرحمن والرحيم طبعا اشتقاق الكلمتين واحد وهي الرحمة ولكن هناك قاعدة صرفية تقول زيادة المباني تدل على زيادة المعاني عادة طبعا يعني الكلمة الواحدة الجذر الواحد حينما يصير في الاشتقاقات المختلفة إذا زادت حرف أو زادت حروف فهذا كلما الحروف زادت المعنى أيضا يزداد زيادة المباني تدل على زيادة المعاني الرحمن والرحيم هنا في الرحمن الألف ازدادت وفي الرحيم الياء فالمعنى زيادة في الرحمة في أصل الرحمة ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى له رحمتين أن لله رحمتين الله عنده رحمة عامة ورحمة خاصة الرحمة العامة تشمل الجميع ورحمة وسعة كل شيء يعني أكفر الكفار فرعون مثلا أبو جهل يزيد هؤلاء الله خلقهم خلقه لهم رحمة الله رزقهم هذه الأطعمة الطيبة التي يأكلها هذا رزق من الله سبحانه وتعالى هذه رحمة الله سبحانه وتعالى أرسل لفرعون موسى وأرسل لبني أمية وغيرهم محمدا رسوله صلى الله عليه وآله إرسال الرسول هذه رحمة الله سبحانه وتعالى أمهلهم في الدنيا هذه رحمة فرحمة الله سبحانه وتعالى العامة تشمل الجميع ببرهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم هذه رحمة عامة وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى يجد هذا الإنسان قابل للهداية فيهديه مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه تقية وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه هذا الرجل كان قابل للهداية الله هداه هداية الله له رحمة خاصة أما فرعون كان متجبرا فالله سبحانه وتعالى أظله لماذا؟ لأنه هو كان متجبر أن الله لا يهدي القوم الفاسقين الهداية رحمة خاصة ألطاف خفية موجودة للمؤمنين خاصة هذه رحمات خاصة في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين في الجنة هذه رحمة خاصة إذا في هذه الآية التي تلوناها الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء لكن فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون لكن هذه الرحمة كتبها الله بشكل خاص للمؤمنين الذين يؤمنون بآيات الله يتقون المعاصي ويؤتون الزكاة فرحمة عامة ورحمة خاصة الرحمن تشير كلمة الرحمن تشير إلى الرحمة العامة والرحيم تشير إلى الرحمة يعني كلمة الرحيم تشير إلى الرحمة الخاصة لذلك في آية أخرى الله سبحانه وتعالى حينما يصف رسوله صلى الله عليه وآله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى أن يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف بالمؤمنين رحيم لأن الرؤوف أيضا معناه يقارب معناه الرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإذن الرحمن هي الرحمة العامة التي تسع كل شيء والرحيم هي الرحمة الخاصة التي هي خاصة بالمؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رحمته العامة ورحمته الخاصة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة